استعرضت الإدارة العامة للتخطيط العمراني في اجتماع عقيدة صباح اليوم في مجلس أمانة العاصمة آخر التحديثات التي تم تطبيقه على خريطة محافظة العاصمة لتكون أكثر وضوحاً للتداول عبر تطبيقات الأجهزة الذكية أزميل خاوز الجرنيس حضرت الاجتماع ونقلت لنا تفاصيله في التقرير التالي أقدم ممثل الإدارة العامة للتخطيط العمراني اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس أمانة العاصمة استعرضوا فيه آخر التحديثات والرموز التي تم إدخالها على خرائط المحافظة حتى تكون أكثر وضوحاً ومهيئة بشكل كامل لإدخالها على الأجهزة الحديثة أول شيء نريد أن نشكر المجلس البلدي للعاصمة لهذا الفرصة أن نشرح لهم خرايط التخطيط والتصنيف التفصيلية التي مبنية على المخطط الهيكلي الذي وافق عليه جلالة الملك في هذه السنة والشيء الثاني اليوم أن الخرايط هذه التفصيلية هي تعتبر تفصيل وشارح أكثر بالنسبة للخرايط الحالية فيها تفاصيل كثيرة عن السواحل فيها تفاصيل كثيرة عن التصنيف في نظرنا أننا وضحنا حتى للمستثمر أو مالك العقار معلومات إضافية يمكن ما كانت موجودة في السابق وخلال العرض المفصل بيّنت الإدارة العامة للتخطيط العمراني أهم التغييرات التي تمت إضافتها على الخرائط وأبرزها زيادة رقعة السواحل العامة وتهيأت منطقة النبي صالح على اعتبار أنها كانت تفتقر إلى الكثير من الخدمات العامة المخطط حسب اللي شفناه يتكون من أربع مناطق وتم في إضاحة تغييرات اللي راح تكون في المخطط وتقريبا المخطط كان يشمل أغلب النقاط اللي إحنا كانت عندنا ملاحظات وكان من أهم الأشياء طبعا اللي هو التصنيف للنبي صالح أيضا إلى السواحل اللي إحنا كنا نتابحه لإضاحة في المخططات أيضا هناك بعد اللي هو المناطق اللي تسمى بالإس بي أو المشاريع الخاصة أو الخدمات من جانب آخر طالبت تخطيط العمراني أعضاء الأمانة بأن يقوموا بدراسة هذه التعديلات للخروج بأفضل النتائج في مدة أقصاها شهر واحد كي لا يتأخر اعتمادها أساسا لأنه كان فيه وائد مناطق اللي هي كانت أندرستادي اللي هي تحت الدراسة أو أنبلاند اللي هي غير مصنفة الحين نشوفها على أرض الواقع مصنفة وفيها المناطق صرنا نعرفها خصوصا القطعة الجنوبية من الحزام الأخضر فالحين معظم الملاك اللي في الحزام الأخضر يقدرون يتصرفون في أراضيهم اللي كانت هي في السابق أنبلاند يعني غير مصنفة وما يقدر يبنون فيها أي شيء الخريطة الجديدة المحافظة العاصمة حملت بعض التغييرات الجوهرية والتي أجمع الأعضاء بأنها أصبحت للأفضل خصوصا في بعض المناطق الصناعية ليسهل بذلك التعرف على كافة الخدمات المطروحة فضلا عن إنها تصب في صالح المستثمرين وخصوصا في المناطق الساحلية خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر